اهلا احبانا المشاهدين ارحب بكم اجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور حديثي اليوم الرجل العاقل والرجل الجاهل وطبعا من خلال الكلمة اول ما بتسمع الكلمة لربما تصل الى الاستنتاج الكامل كل واحد مننا وفينا بحب يكون رجل حكيم بحب يكون عاقل لكن كتير في الحياة بنعمل اختيارات بنعمل قرارات التي تحدد مصيرنا وطبعا مصار حياتنا وفي بعض القرارات تحدد ايضا ابديتنا فهذه الكلمات احبائي تكلم بها الرب يسوع المسيح بعضته الشهيرة على الجبل يعتبر تعليم المسيح تعليم مميز تعليم فريد تعليم مغير تعليم مؤثر كما يعني مكتوب في اخر آية بصحاح سبعة من انجيل متى بهتت الجموع لانه كان يتكلم بسلطان خرجت كلمات النعمة من شفته كانت كلمات مملوئة بالنعمة مملوئة بلسم وشفاء كلمات كما قال يسوع المسيح عن اقواله كلامي روح وحياة هذه الكلمات التي اثرت في في اذهان الجمهور والجموع التي كانت تتبع يسوع المسيح لعدة ايام واختتم المسيح بعزته الشهيرة بمثل وهذا المثل ليس غريب على السامعين اللي ساكنين في الاراضي المقدسة في ارض فلسطين فكانوا يدركوا معنى واهمية هذه الكلمات انا بدعوك انك تشاهد هذه الحلقة رح تكون سبب بركي لحياتك لانه رح نلقي الضوء على حقائق مهمة جدا تؤثر بحياتك ولا ربما تغير مصيرك وابديتك ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة